اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن الوصول لهذه المنطقة رح ياخذك في لفة غير متوقعة تخليك تستكشف الكثير وتكتشف الكثير ولا كيف انه مجرد محاولة الحصول على خريطة الانقاط فتقريبا كان واحد من اصعب تحديات التوسعة فبالتالي الاستكشاف والتنقبل زاد في كونه عنصر اساسي في اللعب وشيء لازم تكون فعال فيه ومو مجرد انتقال بين علامات الخريطة بشكل مباشر وهذا الاتقان في تصميم وربط مناطق العالم المفتوح فايضا ممتد في تصميم الخنادق الرئيسية ومجرد استكشاف الحصن الاسود يثبت هذا الكلام مع منطقة جدا رائعة في التصميم كلها اسرار بادوار متعددة ومداخل ومخارج مختلفة وزعماء متنوعين ومهمين يعني من وجهة نظري انه فروم سوفتوير اتقنوا وصفتهم السرية الابداعية في تصميم المراحل اكثر من اللعبة الاصلية وحتى اكثر من العابهم السابقة بالتالي زادت المتعة في اللعب والاستكشاف والتنقل وطبعا مثل ما ذكرت فحتى جمال التوجه الفني والتنوع الكبير في البيئات والالوان كان شي صراحة اسطوري من غابات ملونة وجميلة لغابات ملعونة وخطيرة وسحات مفتوحة بورود والوان لقلاع وحصون وقصور وممرات سرية وكهوف وسجون تحت الارض والكثير غيرها من الاماكن المثيرة واللي فقط من خلال تصميمها تحس انها بتحكي لك قصة عن اللي حصل فيها وايضا تخليك تشعر بشعور مختلف عن اراضي ما بين بشكل تحس انه هذه الاراضي المخفية لها فعلا تاريخ طويل من الدمار والحروب والماضي المظلم واسرار وقصص كثيرة حصلت في اراضي الظلال القصص اللي جاوبت على بعض الاسئلة عن تاريخ اراضي المابين واراضي الظلال مع تقديمهم لشخصيات جانبية جديدة ومثيرة لكن كعادة العاب فروم سوفتوير فالاجوبة والحوارات عموما فتكون بشكل غير مباشر ومبهم لحد ما والصورة الكاملة متروكة الخيال اللاعب الشي اللي شخصيا استمتع فيه جدا ولهذا السبب اركز على قراءة الوصف لكل العناصر واللي من الجميل والرائع انها صارت مترجمة للعربية وان كان صحيح الترجمة ما هي مثالية لكن المهم انها موجودة ونتمنى انها تستمر في العاب الاستوديو مع العلم انه ترى حتى الترجمة الانجليزية من اليابانية فاحيانا ما تكون مثالية وصحيحة بشكل كامل في اللعبة والسبب انه الوصف عادة بالقصد يكون غير واضح هذا غير انه خصوصا بيتم استخدام مصطلحات قديمة لغويا في الوصف والحوارات طبعا في نهاية طريقك في اي اتجاه فرح تلاقي زعماء رئيسيين وجانبيين يطلبوا اتقان كبير لانه مثل ما الكل عارف الصعوبة مستمرة الرسالة اللي رح توصلك من اول ما توصل اراضي الضلال وتزور هذا الاخ المجنون وبشكل يخليك تعرف بكل وضوح انك محتاج تقوي نفسك الشي اللي يتم بالتوسع من خلال جمع اوراق شجر سكادو لزيادة الضرر منك وتقليله عليك ما كونها عنصر مفصلي واساسي عشان تقدر تنجو من المعارك الملحمية الموجودة وكعادة العاب فروم سوفتوير فبالرغم من صعوبة الزعماء الى اني استمتعت جدا في كل واحد فيهم وفي كل خسارة ورا خسارة حتى الوصول للفوز ما عدا مع هذا الزعيم القائد الخنزير الزعيم الوحيد اللي يا جماعة اجبرني اللي يستعين بخويه اونلاين في القتال وحتى ما احتجنا العيد اكثر من مرة وشخصيا ما ادري اذا الغلط مني او اتوقع انه في شي غلط فيه خصوصا حركة الهجوم المباشر اللي تفاديها لغز محير عموما باستثناء هذا الخنزير المزعج باقي الزعماء كانوا شيء خرافي وكانت فعلا قتالات ملحمية فمثلا فقط الطريق لقتال بيل ملحمي بحد ذاته في رحلة طويلة تاخذك للقمة المرعبة واجواء العاصفة وقتال تنانين في الطريق بس عشان توصل للزعيم فبالتالي هنا مجرد الطريق لبيل اعطاك الشعور عن ملحمية اللي انتظرك طبعا ايضا ضروري اتكلم على انيميشن حركات وضربات الزعماء الرئيسيين خصوصا والصوتيات والخلفيات الموسيقية الملحمية فكعات الاستوديو كلها متعة بصرية وسمعية ولاني اشوف انه الزعماء يستاهلوا فيديو خاص اللي بعضهم بالصراحة رح يبقوا في الذاكرة الفترة طويلة فجال العمل على فيديو لاجمل وافضل زعماء توسعة ارض الضلال في قادم الايام اما الشي اللي خلى هذه القتالات تزداد جمال ومتعة سواء كانت قتالات الزعماء او الاعداء او حتى اعداء اللعبة الاصلية فهي تصنيفات الاسلحة الجديدة والتنوع الكبير الموجود اللي خلاني اغير الاسلحة بشكل مستمر لانه معظمها ممتع اللعب فيه وهذا الكلام في المتعة في العناصر الجديدة فينطبق ايضا على الوصفات والتعويض السحرية والطلاصم والعتاد واللي من الجميل جدا انه اخيرا صرنا نقدر نشوف الجديد مننا بشكل مباشر بدون ما نخش ونبحث عنها في المخزون واتمنى فعلا انه هذه القائمة الخاصة باجدد الاغراض تستمر في كل العاب الاستوديو مستقبلا عموما كل هذه الادوات والاسلحة الموجودة في التوسعة فتحوا ابواب جديدة من المتعة مع زيادة التنوع في تخصيص الشخصية بشكل صار حاليا فيه اختيارات تقريبا لا محدودة تخلي متعتك في القتال تستمر حتى بعد نهاية اللعبة لانه عادة اللعب بهذه الاسلحة الجديدة يخلي التجربة تختلف لحد دمه اما عن الجوانب البسيطة اللي كنت اتمنى انها تكون افضل فمثلا كنت اتمنى يكون في منطقة تجمع جديدة خاصة بارض الظلال مثل الطاولة في اللعبة الاصلية وتكون تعكس ارض الظلال وتواجد حدات جديد مثلا وايضا كنت اتمنى انه قتال املاق النار يكون اكثر خصوصا انه قتال يتكرر جدا كثير وبعد المرة الاولى يفقد ملحميته لانه حركاته محدودة والوضع يتحول لازعاج اكثر من كونه ممتع من الاخر توسعت ارض الظلال بصراحة اقرب للعبة كاملة ومن خلالها قدروا استوديو فروم سوفتوير انه يتقن وصفة العالم المفتوح اكثر واكثر مع تصميم للمناطق والمراحل بكل صراحة يدرس في ابداع في كل الجوانب في اللعب والاستكشاف في التوجه الفني وجمال المناظر وفي سرد تاريخ وقصص ومع اضافة الاسلحة الجديدة والعتاد والادوات والوصفات السحرية زاد العمق وزاد التنوع وبالتالي زادت المتعة في كل القتالات والهزائم والانتصارات خصوصا قتالات الزعماء الملحمية اللي بعضها رح يبقى في الذاكرة الفترة طويلة واللي الصعوبة فيها طبعا ومن حسن الحظ مستمرة لانه فيها وفي التحدي في فهم الزعماء واستخدام مختلف الادوات المتاحة للفوس فهينا كل المتعة وشخصيا سئيد جدا بتواجد استوديو فروم سوفتوير وبكل النجاحات اللي بيحققها وكل امل انهم يستمروا في تقديم وصفتهم الخاصة بكل ثقة وجرأة في المستقبل شكرا